بيبدأ المسلسل سنة 2008 مع بنت اسمها ماري وهي قاعدة وبيكون جنبها والدتها بالتبني واللي بيبقى اسمها جودس وبنعرف ان ماري ثابت والدتها جودس من فترة وانها حاليا مقيمة في مركز اعادة تأهيل للشباب المعرضين للخطر وبتعرف كمان ان ماري مبارح تعرضت لحدثة اختصاب وبيجي الشورتي كورين وبيسأل ماري عن تفاصيل الواقع فبتحكيله انها كانت سهرانة بتكلم حبيبها كونر في التليفون وبعدها قفلت معها عشان تنام لكنها تفجأت بشخص دخل عليها ومخبي وشه وهددها انها لو عملت اي صوتها يقتلها وبعدها طلع من شنطة قماشة وغطى بها عين ماري واعتدي عليها وقبل ما يمشي صورها كذا صورة عشان لو اتكلمت ينشرهم وبيسألها كورين عن تفاصيل اكتر وبيعرف منها ان المجرم كان طويل وبشرته بيدها وانه استخدم روباط جزمتها عشان يربط لها ايدها قبل ما يعتدي عليها وبعدها بتبدأ الشرطة انها تجمع كل الادلة اللي في المكان واللي بيكون منهم السكنة اللي استخدمتها ماري عشان تفك نفسها وفي الوقت ده بتوصل بك الاخصائر الاجتماعي المسؤول عن حالة ماري وبتحضنها وبتطمنها انهم اكيد هيلقوا المجرم وبعدها بشوية بيوصل اتنين محققين واللي بيكون اسمهم باركر وبرويت وبيطلبوا من ماري تقيد نفس القصة تاني وده لان باركر هو اللي هيكون مسؤول عن القضية بتاعتها وبتحكي لهم ماري كل اللي هي فاكرية وبعدها بتروح على المستشفى وهناك بيتعملها فحص طبي وبيصوروا كل جزء في جسمها عشان كل ده بيتحط في الملف الطبي بتاعها وبتخرج ماري من عندهم وبتروح على مركز الشرطة وهناك بتقابل باركر وبتحكي له عن اللي حصلها للمرة التالتة بعد ما بيقول لها انها وارد كل شوية تفتكر تفاصيل اكتر وقبل ما بتمشي بيطلب منها باركر تكتب الواقع باسلوبها لكن ماري بتكون متوترة وتعبانة وبيتفقوا انها تاخد الملف وتكتبه في البيت على مهلها وتجيبه له تاني يوم وبتروح ماري عشان تبات مع صداقتها في اليوم ده وقبل ما تنام بتتصل بواحدة اسمها كولين وبتحكي لها الحدثة وبنعرف ان كولين دي كانت والدتها بالتبني في يوم من الايام وان ماري راح تعاشت مع اسر كتير قبل كده في الاخر استقارت في المركز اللي هي فيه وبتتصل كمان بكونر حبيبها وبتحكي له اللي حصل وتاني يوم بيوصل لباركر السور اللي تصورتها ماري في المستشفى وبيلاحظ ان مفيش على جسمها اي اثار اعتداء باستثناء الجروح اللي موجودة مكان الرابطة اللي عند معصم ايدها وبنروح لماري اللي بتعرف ان المركز قرر يوفر لها طابق مخصوص في المبنى عشان تقش فيه فبتستعين ماري بوالدتها كولين وبينزله سوا يجيبه كل الفرش اللي هتحتاجه لقودتها الجديدة وبيبانى على ماري انها مبسوطة وكأنها نسيت كل حاجة تعرضت لها اليومين اللي فاته واسناء ما هي بتفرش في البيت بيدخل عليها صديقها طاي وبنعرف ان هو كمان مختص نفسي وبيساعدها في اي استشارة تحتاجها وبيقول لها انها لو احتاجت حاجة تطلبها منه على طول وتاني يوم بنشوف جودس ويرايحة تقابل المحاقب باركر وبتحكي له اكتر عن شخصية ماري وبنعرف ان ماري عاشت معا سنتين وبعدها هي اللي طلبت من نفسها انها تمشي وبتقول جودس ان ماري كانت مراقبة تحب تلفت الانظار ليها وانها تعتبر معقدة نوعا ما نظرا لزروف تربيتها الصعبة وانها انفصلت عن عائلتها وهي طفل عندها 3 سنين وفضلت بعدها تتنقل بين الاسر وبيفهم المحاقق من كلام جودس انها شك ان ماري تكون مألفة كل القصة دي عشان تجذب الانظار ليها مش اكتر وبيعرف كمان ان كولين الام التانية هي برضو حست بكده لما شافت تصارفات ماري الغريبة وبتحقق الشرطة ومش بيله اي اصار اقتحان في قودة ماري وبيخمنه انها نسيت الباب يومها مفتوح وبيروح المحاقق باركر عشان يقابل كونر حبيب ماري وبيحكي كونر ان ماري لما اتصلت بين باري حقرت له انها لما حاولت ترن عليهم الوقع كانت لسه ما فكتش ايدها فاستخدمت صوابع رجلها عشان تطلب الرقم وبيستغرب باركر جدا وده لان ماري لما حكت له القصة قالت انها فكت روبط ايدها بالسكينة وبعدها اتصلت بالشرطة عادي ووقتها بيقرر المحاققين انهم يستدعوا ماري وبيقولها باركر ان كلامها متناقض فبترتبك ماري اكتر وبتفضل تتلعسم في الكلام وبتقولهم ان يمكن ده يكون مجرد حلم وهي افتكرت انه حصل فعلا فبيزعلها المحاقق وبيقولها ان ده قضية وما ينفعش فيها يمكن وفي الاخر بتقول ان ده ما حصلش فعلا وانها ألفت كل القصة دي ولما بتروح ماري بيتكلم مع الاخصائين النفسين اللي في السكن بيسألوها هي ليه عملت كده فبتقولهم انها تعرضت للاختصاب فعلا لكن لما الشرطة فضلوا ويدغطوا عليها في الاسئلة ما رعوش حالتها النفسية فخافت وقالت لهم ان ما فيش حاجة من دي حصلت وبالرغم من كل اللي حصل بيقنعها طايو بيك انها ترجع لمركز الشرطة وتحكيرهم الحقيقة وهم أكد هيفهموا ولما بترجع بيقولها المحاقق انهم مضطرين يعرضوها على جهاز كشف الكتب عشان يعرفوا الحقيقة وبيعرفها انها لو طلعت كدبها هتتسجن وهتخسر الدعم اللي بيتقدم لها من المركز فبتتراب ماري وبتقولهم انها ما تعرضتش للاختصاب ولا حاجة وبترجع بعدها على السكن وهناك بيبدأ كل صحابها يبعدوا عنها بعد ما نشرت الرعبة بينهم وفي الاخر طلعت كدبها وبتحس ماري بالوحدة ومش بتلاقي حد يسمعها لدرجة انها بتفكر في الانتحار لكن بتتراجع على اخر لحظة وبنروح لسنة 2011 وبنشوف بنت اسمها امبر واللي بيكون عندها 28 سنة وبتبلغ الشرطة انها تعرضت للاختصاب فبتروح المحققة كارين عشان تحقق معيها وبيباني على امبر انها بنت شجاعة جدا وبتبدأ تحكي تفاصيل الواقعة وبتقول ان الراجل اللي اعتدى عليها كان طويل وبشرته فتحه وشعره اصفر وان عنده واحمة كبيرة في رجلو وكمان كان مع شنط الظهر وبتفضل الشرطة تحقق في اللي حصل وبيستجوبه جران امبر عشان لو حد لاحظ حاجة غريبة اليوم ده وفي الوقت ده بتبقى امبر كل شوية بتفتكر تفاصيل زيادة زي انها قبل الوقع بكم يوم لاحظت ان التوكة بتاعتها اختفت من الشقة ولما دخل عليها المجرم عشان يختصبها قلع نفس التوكة من شنطته واستخدمها عشان يكتفها وبتحكي انها كانت بتحاول تمتص غضب وكانت بتوافق على اي حاجة يطلبها منها وبيعرف يتكلم اربع لغات وسافر قبل كده الفلبين وطايلاند وكذا بلد تانية وبتقول انها حست ان المجرم ده شخص طيب وده لانه لما شافها بردانا جاب لها الغطة من الدولاب وما سابهاش غير لما دفيت وبتسمع كارين منها كل التفاصيل دي وفي الاخر بتطمنها وبتوصلها عند صداقتها عشان تبتع عندها كم يوم لحد ما يخلصوا فحص كل موقع الجريمة وبتشوك كارين بسبب كل المعلومات دي ان المجرم ده كان متطوع في الجيش قبل كده وده لانه سافر كتير وبيتكلم كذا لغة كمان وبنرجع لسنة 2008 وبنشوف ماري البنت الاولانية بعد ما كل صحابها تجنبوها وحتى الاخصائيين النفسيين بدأوا انهم يغيروا طريقتهم معاها وكل شوية بقوا بيبعثوا لها مشرف شاقتها عشان يتأكد انها في البيت ما خرجتش بدون اذنهم وفي الحاضر بنشوف المحققة كارين وهي مروحة بالليل على بيتها وهناك بيكون زوجها ماكس مستنيها وبنعرف ان هو كمان بيشتغل محقق ولكن في مقاطعة تانية فبتحكي له كارين عن القضية وبيتفاجئ ماكس وبيقول لها ان من فترة كان في واحدة عندهم في المقاطعة اسمها سارة وتعرضت للاختصاب وكان المختصب بنفس المواصفات وبيديلها ماكس بيانات المحققة اللي مسكها القضية دي واللي بيكون اسمها جريس وتاني يوم بتروح كارين عشان تقابل جريس وبيتكلم لتنين فأوجه الشبه ما بين القضيتين وبنعرف ان في الجريمتين المجرم كان بيكتف ضحياء وبيفضل يعتدي عليهم كذا ساعة متواصلة وبعدها بيصورهم كتهديد لو فكروا يتكلموا وقبل ما يمشي بيجبرهم يستحموا عشان يمحي اي قصار من حمضه النووي من عليهم وبتاخدها جريس وكارين عشان يقابلوا الضحية اللي اسمها سارة ودي بتكون الستة اللي جريس مسك قضيتها واللي اتعرضت للاختصاب من حوالي شهر وبتقولهم سارة انها لسه وغضى بالها ان الكاميرا بتاعتها واللي بيكون لونها وردي اتسرقت من وقت الحدثة وبتتفاجئ كارين وده لان امبر قالت ان الكاميرا اللي مع المجرم كانت بنفس اللون وفي الوقت ده بتتدخل كارين وبتسأل سارة لو لحظت اي وحمة في جسم الراجل ده لكن سارة بتقول لها انها لما بتخاف من اي موقف ذكرتها بتمسح اي صورة متعلقة بالموضوع ده وبالتالي هي ما عنداش اي ذكريات عن اليوم وبيخرجوا من عندها وبيفهم الاتنين انهم بيتعاملوا مع نفس المجرم وبيقراروا انهم يشتغلوا سوا على القضية وبتروح كارين عند بيت امبر وبتكتشف ان فيه محل مجور لبيتها معلق كاميرا بتساجل كل اللي بيحصل فبتاخد كارين تسجيل يوم الواقع وبتبدأ انها تفحصه ومش بيظهر في الفيديو اي حاجة غريبة بس سناء عربية بيضة بتعدي من قدام الشارع اكتر من 11 مرة وبتحاول كارين انها توصل لرقم العربية لكن جودة الفيديو بتكون سيئة ومش بتوصل لها حاجة ومع الوقت بتشوك كارين ان ده مختصب متسلسل وانه عارف ان شرطة كل مقاطعة مش بتتوصل مع باقي المقاطعات التانية في اي قضية فاستغل ده وقرر انه يعمل نفس الجريمة في كل مقاطعة وميسيبش وراء اي اثر وبالتالي محدش هيقدر يمسكه ولا حد هيقدر يربط جرائمه ببعض وبتسمع جريس وجهة النظر دي وبتوافقها في الرأي فبيجمعوا كل حوادث الاختصاب اللي حصلت في الولاية كلها على مدار الخمس سنين اللي فاتوا وبيبدأوا انهم يدوروا على الجرائم اللي لسه ملقوش فيها المجرم وبيتصلوا بالمحاقق الخاص بكل جريمة من دول عشان يشوفوا لو في عوامل مشتركة مع الجرائم بتاعتهم وبيفضلوا يدوروا لحد ما بيوصلوا لقضية واحدة اسمها دوريس واللي بيكون عندها 72 سنة وبيبقى المجرم اتبع نفس اسلوبه اللي عملوا في القواضي اللي فاتت وبتروح المحاققتين عشان يزوروا دوريس وبتحكي لهم تقريبا نفس التفاصيل اللي بتقولها بقى الضحايا وبتكون دوريس مستغربة من سلوك المجرم وبتقول بالرغم من قصوته اللي انه كان بيعمل بعض التصرفات اللي بتدول ان انسان طيب وبيكون ده مطابق للكلام اللي قالته أمبر لما حست انها بردانة فجاب لها المجرم غطى وبيشوك كارين وجريس ان المجرم ده ممكن يكون زابط شرطة وده لانه مش بيسيب اي دليل وراه لكن مش بيرضوا ويصرحوا حد بشكوكهم عشان الشرطة ما تستعندهمش وفي الوقت ده بتقرر المحاققتين انهم يخلوا المباحث الفيدرالية تساعدهم في التحقيق وده بعد ما تأكدوا انهم بيتعاملوا مع مجرم خطير ومختصب متسلسل وبيقابلهم العميل بلي من المباحث الفيدرالية وبتقولوا كارين انهم قرنوا اثار البصمات اللي كانت موجودة في بيت امبر مع اللي كانت موجودة عند سارة والاتنين متطبقين وبيطلبوا منه يطبيقهم بالضحية لتالتة دوريس وده لانهم لقوا في ملف القضية بتاعتها اثار لبصمات المجرم ولكن كالعادة اثار بسيطة مش كافية لتحديد هويته وبيطامنهم بلي وبيقولهم ان الموضوع مش هياخد وقت وبنرجع تاني لألفين وتمانية وبنشوف ماري بعد ما الشرطة رفعت عليها قضية بتغمت البلاغي الكاذب فبتروح ماري على اسم الشرطة وهناك بيعينولها محامي واللي بيجبرها انها تقول للمدائي العام انها مش مزنبة ولا حاجة وده لانها لو اعترفت انها كانت بتجدف فعلا هيسجنوها على طول من غير اي نقاش فبتسمع ماري كلامه وبتتأجل القضية لمدة شهر وبيوعدها المحامي ان خلال الشهر ده هيقدر يوصل لصفقة مع المدائي العام ويقول انها كانت بتجدف فعلا ومع ذلك هيطلعها برقة وبنرجع للحاضر وبنشوف المحققين بعد ما وصلوا لضحية رابعة اسمها ليلي واللي كانت هتتعرض للاعتداء من سنة من راجل بنفس المواصفات ولكنها رمت نفسها من البلكون عشان تهرب منه وبتروح للمحققة جريس عشان تقابل ليلي واللي بنعرف انها بقت شخصية عدائية جدا من بعد الواقع وانها بتتهم الشرطة بالتأثير وده لان بقى لهم سنة مش عارفين يوصلوا للمجرم فبتحاول جريس انها تهديها وبتقول لها ان ده مش مجرد مجرم عادي وانهم بيتعاملوا مع شخص زكي جدا وبتوعدها انهم هيربطوا القضايا ببعض وهيوصلوا للمجرم وفي نفس الوقت بتروح للمحققة كارين عشان تقابل الدكتور النفس اللي كان بيتابع حالة ليلي وبيقول لها ان ليلي بطلت تثق فيها وكمان وده لانه في مرة سألها لو هي متأكدة انها كانت هتتعرض للاعتداء فعلا وان ده مش مجرد حلم وبيحاولوا الدكتور انه يبرر موقفه وبيقول ان ده سؤال كان لازم يسأله عشان يتأكد ان الضحية مش بتعاني من اي مشاكل نفسية يخليها تدعي ده وبعدها بترجع المحققتين ملف التحقيق الخاص بقضية ليلي وبيعرفوا ان الشرطة لقيت يومها اثار اقدام لشخص في الجنينة فبتاخد كارين الصور وبتديها المية البنت اللي بتتدرب معها في المكتب واللي بتساعدها في جامع الأدلة وبتطلب كارين منها انها تقارن الاثار دي بالاثار اللي لقوها قدام بيت أمبر وبتكتشف مية ان الاثار متطبقة فعلا وبتقولهم انها خلال يومين هتقدر توصل لنوع الجزمة ولشكل الخفاظات اللي كان لابسها وبنرجع تاني لسنة 2008 وبنشوف ماري بعد ما كل الصحف بقت بتتكلم عنها فاضطرت المشرفة عليها في الشغل انها تنقلها لقسم التخزين بدل قسم المبيعات عشان تقلل احتكاكها بالناس وبالتالي تقلل المشاكل اللي بتتعرض لها ولكن مع الوقت ماري مش بتستحمل الضغط ولا طريقة معاملة الناس لها فبتستقيل من الشغل وفي الوقت ده بتكون علاقة ماري رجعت تتحسن بوالدتها كولين وزوجها وفي يوم بتكون مقضية معاهم في البيت بيشوفوا على التلفزيون قضية تعرضت للاختصاب وبتكون تفاصيل الاعتداء نفس اللي حكيتها ماري قبل كده ورجعت بعدها قالت انها كانت بتحلم فبتتصدم كولين وبتسألها لو هي تعرضت لده فعلا وفي حاجة حصلت خوفتها فانكرت فبتتوتر ماري وبتمشي وبتسيبهم لكن كولين مش بتسكت وبتروح تبلغ جودس الام التانية لماري ولما بتلاقيها كمان مش مهتمة بتقرر كولين من نفسها انها تتصل برقم المحقق المسؤول عن قضية البنت التانية وبتقوله على رقم قضية ماري عشان يمشي وراها ويحاول يوصل لحاجة وفعلا بيتصل المحقق بالمحقق باركر اللي كان مسؤول عن قضية ماري وبيسأله لو هيقدر يساعده لكن باركر بيقوله ان ماري تنزلت عن القضية وانها كانت بتجدب وفي الحاضر بنشوف كارين وجريس والمساعدين اللي معاهم وهم في اجتماع مع بيلي عامل المباحث الفيدرالية واسناء ما هما بيتناقشوا في تفاصيل القضية بيقع واحد اسمه إلياس بالكلام وبيقول قدام العميل انهم شاكين ان المجرم ده يكون زابط شرطة بيستغرب بيلي جدا وبيسألهم اللي خلاهم يشكوا في ده وبتقوله جريس ان المجرم زكي بشكل غريب وانه مش بيسيبه رأي دليل وكأنه عارف كل الطرق اللي بتستخدمها الشرطة عشان توصل للمقتصبين لكن بيلي بيستبعد الرأي ده وبيقولهم ان اي مواطن عادي هيقدر يعمل كده وانه مش شرطة خالص يكون شرطي وفي الوقت ده بتدخل عليهم مية وبتكون قدرت توصل لنوع الجزمة اللي بيلبسها المجرم وعرفت كمان شكل القفوزات بتاعته وبيخلص الاجتماع وبيكون الياس لاحظ حاجة ممكن تفيدهم وهي ان المجرم دايما كان بيسرق حاجة من الضحية واللي غالبا بتكون قطعة من الملابسها الداخلية وبيخمنه انه بياخدها كاتسكار فبيقترح الياس انهم يدوروا على اي قضية تثبت فيها ان في مجرم بيسرق النوع ده من الملابس لكن جريس بتضحك عليه وتقوله ان ده صعب يوصلهم لحاجة ومع ذلك بتسيبه يدور ورا الموضوع وبتقترح عليه جريس انه يدور كمان على اي عربيات مشبوهة كان بيتبلغ عنها في المناطق اللي سكن فيها الضحايا وفي الوقت ده بتكون جريس لسه شكا ان المجرم ممكن يكون زابط لكن بتفضل ماشى ورا الدليل ده لوحدها وبتجمع احصائيات كتير بتقول ان النسبة كبيرة من الرجالة اللي بتختص بالنساء بيكونوا مرسل عنف الاسري قبلها فبتبدأ جريس تدور على شرطة يكون اتطوع قبل كده في الجيش وفي نفس الوقت يكون عنده سجل عن العنف الاسري وفعلا بتنجح جريس انها توصل لشرطة اسمه جيمس لكن مش بتقدر تطلب تدخل الشرطة وده لانها ما عنداش اي دليل ضده وبنرجع لسنة 2008 وبنشوف المحامي وهو بيطلب انه يقابل ماري وبيقول لها انه وصل لصفقة كويسة مع المدهي العام واللي بتنص على ان ماري هتفضل تحت المراقبة الفترة وكمان هتتبع مع طبيب نفسي عشان يقايم حالتها زائد انها لازم تدفع غرامة البلاغ الكاذب واللي بتكون قيمتها 500 دولار فبتوافق ماري وبيباني انها مترددة وبتخرج من عنده بتروح عند والدتها جودس وبتطلب منها تسليفها المبلغ ده لحد ما تلاقي شغل تاني وبتوافق جودس انها تديها المبلغ وفي الحاضر بنشوف جريس ويبتطلب من زوجها ستيف انه يساعدها توصل للشورت جيمس وده لان ستيف بيشتغل في مكتب المدهي العام بتقوله جريس ان اي زابط سلوكه مش كويس بيكون ملفه موجود في مكتب المدهي العام وبتطلب منه يجيب لها ملف جيمس لكن ستيف زوجها بيرفض وبيقول لها ان ده غير قانوني وانه مش عايز يعمل كده فبتدق جريس منه ومش بتعرف تتصرف ازاي ومع ذلك تاني يوم بيجي لها الملف وبيقول لها انه مش عارف اذا كان اللي عمله ده صح ولا لا لكنه مش قادر يحس ان فيه مجرم زي ده بيعمل كده في الستات ويسكت فبتشكره جريس جدا وبتبدأ انها تحط خطر وهي انها تروح للمالها الليلي اللي بيصهر فيه جيمس وهناك بتتنكر في شخصية فتاة ليل وبتعمل نفسها فهمة في الكورة عشان تدخل معا في نقاش وفعلا بيقرب منها جيمس وبيباني انها عجباه لكن فجأة بيناديها بسمها وبيطلع انه عارف انها محققة وبيقول لها انها تقدر تاخد اي بصمات ليه ودلق انه واثق في نفسه وعارف انه ما عملش حاجة فبتتكسف جريس جدا ومع ذلك بتاخد الازازة اللي كان بيشرب منها وبتوديها المعمل عشان يحلله عينة من لعابه في الوقت ده بتكون كارين قاعدة بتفكر في الطريقة اللي ممكن يستخدم بها المجرم صور ضحياء وبتشكر انه ممكن يكون بينشرهم على مواقع اباحية بحجة انه يكسب من وراهم وبتؤمر الياس انه يدور في الموضوع وبعدها بشوية بنشوف اجتماع تاني للمباحث الفيدرالية وبيعرض كارين وجريس كل اللي وصلوله وقبل ما يخلص الاجتماع بيقول الياس انه وصل لحاجة ممكن تفيدهم وهي انه لقى بلاغ عن عربية مشبوهة في منطقة جنب واحدة من الضحايا وبيكون البلاغ يتعمل في نفس يوم تعرضها للحادث وبيكتشف ان العربية دي بنفس مواصفات العربية البيضة اللي شافتها كارين في الفيديو وبيقدر الياس انه يوصل لبيانات صاحب العربية وبنعرف ان اسمه كريس وبيقرروا بعدها انهم يرقبوا في بيته وده لان الشرطة بترفض انها طلع مزكرة باعتقاله بحجة عدم كفية الادلة وبنرجع لسنة 2008 وفي الوقت ده بتبدأ حياة ماري تنهر اكتر ومش بتلاقي حد جنبها لدرجة انها في يوم بتنزل الشارع وبتكون عايزة تشتري بيرة لكن صاحب المحل بيرفض وده لان الناس غير فبتقف ماري قدام المحل وبتستنى اي حد كبير داخل عشان تطلب منه يجيب لها لحد ما بتلاقي شاب وبتقوله وبتلاحظ بعدها ان الشاب دمع صحابه فبتركب معهم العربية وبتقضي اليوم معاهم عشان تتغلب على احساسها بالوحدة وبتصهر طول الليل برة ولما بتروح المركز بتكون الساعة 2 بالليل فبتشوفها بك وبتضطر انها تبلغ ادارة المركز وبتضطرد ماري ومش بتلاقي حتى تروحها وبتضطر ترجع تعيش عند والدتها جودس بشكل مؤقت وبعدها بفترة بيجي يوم محاكمة ماري وبتقرر انها تلتزم بكل كلام المحامي وبتقول قدام المدهي العام انها كذبت وانها ما تعرضتش للاختصاب ولا حاجة وبعدها بتطلع ماري براءة بسبب الصفقة اللي عملها المحامي وبنرجع للحاضر وبنشوف الشرطة بعد ما ثابت كل الادلة وركزت مع المشتبه في كريس وبيقرر كارين والجريس انهم يفضلوا مرقبين بيته عشان يحاولوا يوصلوا لأي دليل تاني وفي يوم بتكون كارين واقفة قدام بيته وبتشوفوا خارج ما حبيبته فبتروح وراه وبمجرد ما بتشوفهم دخلوا مطعم بتدخلوا وراهم وبتحجز ترابيزة عشان تفضل مرقبا من بعيد وفي الوقت ده بيكون جريس وبيلي وصلوا عند بيته عشان يستغلوا ان البيت فاضي ويدخلوا يركبوا كاميرات وقبل ما بيقتحموا البيت بيخبطوا احتياطي لحسن يكون في حد وفعلا بيفتح لهم واحد وبيقول ان اسمه كريس وانه عايش هو اخو كورتس فبتفهم كارين ان الشخص اللي موجود في المطعم دلوقتي هو كورتس اخوه وبتتحجج عشان ما تحسسوش بحاجة وبتوري له صورة شخص مجهول وبتسأله لو يعرف مكانه وبتكذب وبتقوله ان الشرطة بتدور على الشخص ده ولما بيقولها كريس انه ما يعرفش حاجة بيتمشي وتسيبه وفي الوقت ده بتكون كارين لسه في المطعم وبعد ما بيمشي كورتس بتاخد الكوباة لستخدمها عشان تحلل العينة وبيوصل المحققين للمكتب وبيقراروا انهم يحللوا العينة حتى لو هي الكورتس مش الكريس وده لان لو كريس هو فعلا المجرم اكيد هيطلع فيه نسبة تشابه في الحمد النووي مع اخوه وبتبدأ الشرطة تحرياتها عن الاخين بما ان الاتنين متبقين لموصفات الجاني والاتنين بيستخدموا نفس العربية سوا وبيعرفوا ان الاتنين كانوا متطوعين قبل كده في الجيش وكمان نفس الطول ونفس الوزن ونفس لون البشرة والشعر ولكن الياس لما بيتحرع عن كل شخص فيهم بيعرف ان كورتس كان موجود في اماكن تانية وقت وقوع ثلاثة من حوادث الاختصاب وبكده يكون الاتهم كله رايح ناحية كريس وبالليل بتكون كارين نايمة في بيتها وبيجي لها اتصل من المعمل وبتعرف انها تكتل عينة متطبقة بنسبة كبيرة فبتجري كارين على المركز وبيستعدوا انهم يروحوا يقبضوا على كريس وكورتس وبترفض كريس انها تروح معيهم وبتكون عايزة المكافأة وكلها تروح لكارين وده لانها لسه في بداية طريقها واشتغلت كتير على القضية وبتقطحم الشرطة بيت الاخين وهناك بيكون كريس بس هولا موجود وبتصر كارين انها تشوف شكل رجليه وبتلاقي الوحمة اللي وصفتها امبر موجودة فعلا وبكده بيتأكدوا انه هو ده المجرم اللي بيدوروا عليه وبعدها بيشوف كورتس جاي من برة فبيقبضوا عليه هو كمان وبتبدأ الشرطة تعين اي دليل في البيت وبيلقوا الكاميرا وكمان الملابس الداخلية اللي تسرقت من الضحايا كل ده بيكون موجود في قدة كريس فبتاخد الشرطة كل الادلة وبترجع تكمل تحقيقها وبنشوف كارين وجريس وهم داخلين يتكلموا مع كورتس وبيسألوا لهو عارف ان اخوي يبقى مجرم فبيتسلم كورتس وبيقولوا انه كان بيلاحظ له كاخول غريب احيانا لكن عمره ما توقع ان اخوي يكون مجرم متسلسل وبعدها بتكون الشرطة فرغت كل السيديهات اللي لقيتها في قدة كريس وبيلقوا عليها صور الضحايا اللي بلقوا عن الوقع وفي الاخر بيشوفوا صور لبنته صغيرة وبنكتشف ان ايديه تبقى ماري وبنرجع تاني لسنة 2008 وبنشوف ماري وهي رايحة معادة طبيبة النفسية وبتبقى رفضة انها تتكلم في اي حاجة لكن مع الوقت بتحول الطبيبة تستدرجها وبتسألها عن اخر فيلم شافته وبالتدريج بتبدأ تسألها عن الناس اللي حواليها وبتكون ماري شايفة ان كل الناس وحشين وان فعلا ما حدش بيساعد حد وبتلاحظ الدكتورة ان ماري بطلت تسألها في الناس وبطلت كمان انها تتكلم مع حد ومع ذلك بتنجح انها تستدرجها في الكلام وبتبدأ ماري تحكي كل حاجة حصلت يوم الواقعة وبنعرف ان ماري تم اختصابها فعلا وان كل اللي حكيته قبل كده كان حقيقي لكن لما حست بضغط عليها من الشرطة وان هما كمان مش مصدقينها زي عالتها وقتها قررت تتراجع عن كلامها وبتقول ماري وهي متأثرة ان لو الوقت رجع بيها مش هتبلغ عن الجريمة اصلا عشان محدش يفتكر انها بتحاول تجذب الانتباه وبالتالي تخسر صحابها ويعملوها انها مش طبيعية فبتتعاطف معها الدكتورة وبتشكرها انها قررت تحكي اخيرا الحقيقة وبتعتذر لها عن كل اللي حصل لكن ماري بتطلب منها ان محدش تاني يعرف الحقيقة دي وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف جريس وهي بتتصل بالمحقق باركر عشان تقوله انهم لقوا الرجل اللي اختصب ماري من اكتر من سنتين وبيتصدم باركر من اللي بيسمعه وبيعرف ان ماري كل ده كانت بتقول الحقيقة لكن محدش صدقها وبالليل بيقرر يوح لماري بنفسه عشان يعتذر لها وبنشوف ان ماري كبرت وبقت تشتغل في ملاهي بعدما كل الاماكن التانية رفضت تشغالها وبيقولها باركر انه قارف كل حاجة وانهم لقوا اللي اختصبها فبتتأثر ماري وبتبدأ التعاية وبتبقى مش عايزة ترد عليه وقبل ما يمشي بيستيب لها شيك بخمسمائة دولار وبيكون ده المبلغ اللي ماري دفعته زمان بتهمة البلاغ الكازم وتاني يوم بتقرر ماري انها ترفع عضايا ع الشرطة وفعلا بتقابل محامي وبيتكلم مع الشرطة وبيجيب لها عرض بمية وخمسين الف دولار مقابل الضرر اللي سببوه وبيقول المحامي انهم لو ضغطوا ع الشرطة هتدفع اكتر لكن ماري بترفض وبتقوله انها مش عايزة اكتر من كده وان المبلغ ده كافي يخليها تنقل لمدينة تانية وتبدأ حياة جديدة وبنيجي اليوم محاكمة كريس وبيحضر المحاكمة مجموعة من الضحايا وبتطلع كل واحدة منهم توجه له كلمة في وش وبتشرح له فيها تأثير اللي عملوا على حياتها وفي اخر الجلسة بيتحكم على كريس بـ 327 سنة سجن بتهم تختصى بحوالي 30 واحدة وبالليل بيخرج المحاكمين سوا عشان يحتفلوا وبيفرحوا انهم اخيرا قدروا يوصلوا لوقات المتسلسل بقالوا سنين بيختصف في سيدات من اماكن مختلفة وما حدش عارفه وتاني يوم بنشوف ماري بعد ما خدت المبلغ من الشرطة وبتشتري لنفسها عربية وبتجيب كل اللي كان ناقصها وبتقرر بعدها انها تروح تقابل المحاكمة باركر وبتقوله انها خدت كل اللي عايزاه الا ان حد يعتذر لها فبيعتذر باركر عن تأثيره وبيبني انه فعلا حزز بالزنب وبعدها بتروح ماري تقضيه مع الشاطئ وبتقرر انها تتصل على كارين وبتشكرها على كل اللي عمليته وبتقولها ان دي اول مرة تحس بامل في حياتها بعد ما كل الناس القريبين منها خزلوها الفيديو ده كتابته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو انا يعني ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام